يعني أنت لما تكون كاتب حاجة مهمة أو معلومة موثقة أو مقال كويس أو بوست محترم لا ينشر ولكن إذا كانت معلومة خطئة وإشاعة تضر بالبلد تجد أن هذا البوست قد انتشر انتشار النور في الحشين هو بيعنده الأدوات والقدرات أنه هو حاجة زي ما عليش هو بلا خوف على الوطن زينا هو بالعكس هو اعتبره حاجة واحد عنده جرنال كده مش كويس وكل هنفه أن يحط لك أخبار شديدة اللفت وشديدة أنها تلفت نظرك بعنوين رنانة ويوجد حاجة على انتشارها على أساس أنه أنت تفضل موجود هنا وتفضل قاعد على المنصة دي هو مكسابه منين؟ مكسابه من أننا قاعدين على المنصة عملين بالساعات طبعا عدد الساعات التي نقضيه أرقام يعني مش قليلة على المستوى حتى العالمي يعني نتكلم في متوسط في العالم من ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات في بعض الفئات العمرية الرقم ده ممكن يبقى أكتر لو دخلنا في مراحل إدمان بنلاقي الموضوع من النسبة أقضي ده أرقام وإحساءات بالنسبة للدول العربية ولا مصر تحديدا؟ النسبة للساعات بالنقضيها على مواقع التواصل أو إنتهانات عبوبة؟ لا لا مصر على فكرة من الدول للأسف يعني عندنا نحن رقم 16 على العالم في أكتر الدول استخداما ومشاهدا لقنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي فإحنا حقيقة في دول عربية زي الإمارات مثلا الإمارات عدد المستخدمين اللي ليهم أكاونس على السوشيال ميديا أكتر من الشعب يعني 105% ده غالبا نتيجة أن في حسابات مزيفة الناس بتعملها أو أكتر من أكاونس تعمل أكتر من أكاونس فوصل عدد الأكاونس لأكتر من 100% من العدد السكاني حركة برضو ما تحسبش الأكاونس بتاعة الشركات وخلافها؟ لا لا صحيح سيح فأصد يعني بنوصل الدول العربية الحاملة الأكثر استخداما نشاطا ونشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي باختلاف طبعا يعني ممكن نلاقي في مصر إحنا أكتر على الفيسبوك ممكن في دول الخليج ممكن يؤكتر على مثلا وسائل تانية حتى على مستوى الرجال والسيدات بتلاقي حركة برضو نسب مختلفة يعني إنستجرام مثلا هتلاقي السيدات أكتر عليه تويتر هتلاقي رجال أكتر عليه عندنا إحصائات لديها دكتور؟ آه طبعا فيه إحصائيات طب الأطفال؟ الأطفال للأسف هم جيل رقمي بالفطرة يعني هو جيل اسمح لحك النهاردة الطفل اللي تولد سنة هي ورضو الوسائل التواصل الاجتماعي دي بدأت في 2004 يعني التليفون الزكي أو السمارتفون نفسه هو ما كانش موجود من 20 سنة فالطفل اللي النهاردة عنده 10 أو 15 سنة هو الحقيقة اتولد أول حاجة مسكها هو اللابتوب، التابلت، الموبايل، السمارتفون إحنا كمان كأباء كان علينا عب واسمح لهم كانوا حكي يعني كلنا بما فيهم أنا وكل كنا شوية بنيدي الموبايل لولدنا علشان نشغلهم شوية أو يحلهم يعني إحنا عايزين نركز في شغلنا فالحقيقة هم اتربوا على إن الأداة دي في إيديهم اتربوا على إنها وسائل متاحة بطبيعتهم يمكن ما بيحبوش بعض الحاجات الأخطر واللي دخل على الجيل ده القصة اللي هي بتاعة الشورت فيديوز أو الريلز أو الفيديوهات القصيرة دي الحقيقة في منتهى الخطورة على الفئة العمرية بتساعد على تشكيط الانتباه بشكل كبير عدم القدرة على التركيز، تأخر في القدرة على الابتكار وتدي رسائل عاملة زي بقى دخل بحق دي المضمون، الكونسل هو المضمون أنه بيساعده أنه يتعود على ودي ليها نظريات برضو وهي فكرة الريلز وأنه أنت بتقلب كده لها سلوكيات ودراسات علمية الحقيقة مرتبطة فيه أنه بيربطك حاجة زي الأمار كده سمح لحظة كل واقعي أنت دايماً مستني زي لعبة الأمار كده بتعلعب حاجة مستني المكسر تعودت عليها يعني فيها جزء إدمان يعني مثلا؟ فيها إدمان والإدمان ده سلوكي وهو فيه دراسات يعني كانت الدراسة نفسها اتعملت أن جابوا مثلاً فار أو حمامة فيعمل حاجة كويسة فنديله طعام طيب يدوس على الزرار ده ياخد طعام ده سلوك طبيعي ومفهوم لما يدوس على الزرار ياخد طعام غيروا القضية دي بقى بيدوس يطلع له مرة طعام مرة مش طعام وكمية الطعام مختلفة فكاد النتيجة أنه بقى بيدوس طول الوقت وتعود أن يدوس منتظر كل مرة إيه النتيجة اللي تطلع له هو بنفس النمط ده الحقيقة السلوكي اللي تبنى عليه كل وسائل التواصل الاجتماعي فكرة أن يظهر لك مجموعة من البوست ويظهر لك مجموعة من الفيديوهات وإنت منتظر كل مرة يمكن الفيديو اللي جاي بقى أحسن يمكن البوست اللي جاي بقى أحسن أنت دايما منتظر المكافأة الكبيرة